فقرتنا دلوقتي هتكون الفقرة الرياضية هنتكلم فيها عن الحصاد الرياضي للأسبوع اللي فات ويمكن كانت أهم نتائجه فوز الأهلي على سموحة 1-0 الزمالك على سموحة 1-0 والأهلي على الداخلية 3-1 والإسماعيلي على Mb2-1 هنتكلم فيه تفاصيل ماتشات الأسبوع اللي فات وكل التفاصيل خصوصا ما يخص كمان الألتراس وتعددهم أنهم يحضروا الماتش مع أنهم ما عارفوش هيكون معنا أستاذ محمد قعود نائب رئيس القسم الرياضي بجريت الشروع صباح الخير أهلا بك فريزة مالك خاد رابع مواجهاته في طولة الدوري قدام نادي سموحة وانتصر فيه مباركة لها طابع خاص لأن حسن شحات المعلم استضم برفاق 6 سنوات من النجاحات المتتالية مع المنتخب الوطني تعليق حقيقي طبعا المباراة كانت قمة في الإصارة مبارح كلنا اتفرجنا على الماتش طبعا الزمالك فاز بجون في الداية الخامسة من الوقت بدل الضاية ودي طبعا كانت حاجة مفرحة جدا لجمهور الزمالك وكانت أغلى ثلاث نقط حصل عليهم الزمالك في الدوري حتى هذه اللحظة المباراة طبعا كانت مواجهة خاصة زي ما انت قلت في البداية بين حسن شحاته وشوق غريب مدير الفن السابق المنتخب والمدرب العام السابق المنتخب فكانت لها طابع خاص وأعتقد أن المباراة كانت في إطار الروح الرياضية ولم يفسدها إلا بعض الشماريخ اللي لازلت مستمرة في الملعب المصرية وتحتاج إلى وقفة حقيقية فعلا من جانب المسؤولين في اتحاد الكرة أو من جانب المسؤولين عن الأمن لأن المستقبل الدوري العام أصبح في خطر حقيقي ومهدد بالإلغاء فعلا في حالة استمرار العناد ما بين الجمهور وما بين رجال الأمن وما بين اتحاد الكرة اتحاد الكرة طبعا زي ما احنا عارفين بيوقع عقوبات باستمرار على الأندية اللي بتشعل الشماريخ من جانب الجماهير بتاعتها الأهلي توقع عليه عقوبات الزمالكة توقع عليه عقوبات الإسماعيل توقع عليه عقوبات حتى غزل المحلة اللي هو آخر فريق في جدول الدوري وعنده نقطة واحدة بس توقع عليه عقوبات وليه بماتش مبارح في المنصورة ويمكن ده باخدنا لتهديد الألتراس وتحديهم وتصريحاتهم منه هم هنحضر الماتش بتاع الأهلي وفهمنا انه ما حصرش ما يدروش يحضره خلينا انت اب نرجع لماتش الزمالكة الأولى ما نروح لماتش الأهلي هل المواجهة كانت سهلة ولا كانت صعبة لأن تفكير الاتنين مدربين الاتنين فاهمين بعض هل كانت الموضوع سهل ولا كانت صعبة بما انه الاتنين فاهمين ده طبعا المواجهة أكيد كانت صعبة جدا رغم الفرق في الإمكانيات وفي التاريخ وفي الخبرة بين لعبت الزمالك ولعبت سموحة ولكن شوق غريب كان ليه بصمة على إداء فريق سموحة مبارح طبعا فريق سموحة كان ليه شكل مغير عما ظهر عليه في الماتشات السابقة في بطولة الدوري زمالك طبعا بيلعب على البطولة بيلعب على الثلاث نقط في كل ماتش فما كانتش المواجهة صعبة جدا داخل الملعب بقدر ما كانت صعبة خارج الخطوط ما بين شوق غريب وما بين حسن شحاتة وأعتقد أن شيكابالا نجح بمهارته الخاصة في حاسم نتيجة المباراة بالضربة الحرة اللي أحرزها بطريقة بريعة جدا هو أحسن لعب في مصر حاليا يسدد الركلات الحرة وتعتبر زي ضربات الجزاء هل نادي الزمالك ممكن نقول كده بالبلد استسهل الماتش خصوصا بعد تصريحات شوق غريب أنه يا جماعة أنا مسكت الفريق لسه ما بقاليش أيام قليلة فبالتالي مش هيبه فيه لما ساتف النية مش هيلحق أنه لسه بصمته مش هتظهر بشكل رئيسي على الفريق بعد فترة هل الزمالك خد الموضوع بالطريقة دي خصوصا أنه فيه فرص كثيرة جدا كانت ضقيعة في الماتش؟ مش بالزبط الكلام اللي بتقوله بس بعد الماتش بتاع الإنتاج الحربي اللي الزمالك كذبه 3-1 الزمالك ما كانش بالمستوى المطلوب في الإنتاج الحربي وكابتن حسن شحاته عن في اللعيبة بشدة بعد المباراة وطالبهم باستغلال جميع الفرص اللي تتاح لهم في المباراة هرجع أكلمك على نقطة مهمة جدا عن موضوع الصعوبة وسهولة المباراة الدوري السنادي أقوى دوري في تاريخ مصر على الإطلاق بغض النظر عن مشاركة 19 نادي في البطولة الدوري السنادي بضم العديد من الفرق المتميزة جدا وصاحبة المستوى القوي لذلك نجد الأهلي تعادل في ماتشين خسر أربع نقط الزمالك تعادل في ماتش وخسر نقطتين لإسماعيلي أيضا فمعظم الفرق على مستوى متقارب ولكن تبقى الأفضلية للقطبين الأهلي والزمالك في المنافسة على البطولة جميع الفرق أصبحت على مستوى عالي جدا من المهارة ومن كفاءة اللي اللعيبة والفكرة التدريب تطور بشكل كبير جدا مفيش رهبة من الأهلي والزمالك من جانب الفرق اللي كنا بنقول عليها صغيرة في السنين اللي فاتت كله بيلعب على الفوز كله بيلعب على التلات نقط لذلك شفنا الأهلي كسب الداخلية بصعوبة جدا تلاتة واحد وكان الداخلية كان كويس في المباراة ونجح في إحراج الأهلي أكتر من مرة لولا ضربة الجزاء اللي هي سهلة فوز الأهلي تلاتة واحد ونفس الأمر بالنسبة لفريق سموحة اللي صاعد حديثا للدوري ما بقالوش ده تاني موسم ليه في الدوري الممتاز فأعتقد أن السنة دي هتكون أصعب منافسة في تاريخ الدوري العام ولم تحسم إلا مع المباراة الأخيرة وكمان عايز أتكلم على حاجة أن من الصعب جدا الحكم على شكل البطولة وتحديد بطل مسابقة الدوري في ظل النتائج اللي الفرق بتحقق الأهلي بتعادل في ماتش بيخسر في ماتش بنقول الأهلي وحشي الأهلي بيرجع تاني ماتش بيكسب بنقول الأهلي كويس الأهلي جاهز للاحتفاظ باللقب نفس الأمر بنعكس على الزمالك وعلى الإسماعيل فأنا أطالب الزملاء النقاد والسادة المحللين التروي وعدم الانخداع بالنتائج المؤقتة اللي بتحققها الفرق الزمالك طبعا المباراة كان ممكن يتعادل جدا وكان ممكن يخسر نقطتين الأهلي برضو كان ممكن يتعادل مع الداخلية فأعتقد أن الفترة اللي جاية هتشهد مزيد منها الإصارة في مباريات الدوري الممتزة طب هل تعتقد أنه المستوى هيستقر إمتى خصوصا أنه ممكن نقول أنه زي لعبة الكلاس الموسيقية أنه التالت المدربين هنا مدرب هنا مش يرح هنا يعني فيه تغيير في الأماكن وفي المدربين ولسه طبعا هيتبتدي تبان أثر المدربين على فرقهم قدام شوية تكتيكيا وتدريبيا وبدنيا يعني يمكن جزي في الأهلي برضو غيابه فترة وارجوعه بقى تاني وتأسيس الفريق بطريقة تانية واستغناءه عن بعض اللاعبين له وجهة نظر معينة فهو عايز يعمل إيه منها أهداف قريبة الأجل وأهداف بعيدة الأجل زي برضو المعلم حسن شحيتاء عنده نفس الموضوع أنه لسه إعادة تدريب الفريق وإعادة نقول إيه استراتيجياته إعادة تخطيط استراتيجياته هل ده هياخد فترة عمال ما يستقر المستوى الفني ومتوقع إمتى نبتدي نشوف بقى مستوى فني مستقر وبقى فيه أداء سابت لمؤشرات الفرق هرجع كلمك على نقطة برضو أن كسرت النجوم قد تتسبب في بعض المشاكل للمدرين الفنين زي ما شفنا مع الأهلي مالو الجزي عنده مشكلة كبيرة جدا في اختيار 11 لعيب لكل مباراة طوال المباراة اللي فاتت من الدوري كل ماتش بيشهد تشكيل الأهلي بعض تغييرات عن المباراة السابقة من بعد مباراة الاتحاد السكندري في الإسبال القبل اللي فات ابتدى تشكيل الأهلي يثبت نوعا ما ولكن هناك بعض التغييرات أيضا لسبب أو لآخر مثل الإصابات أو الإيقافات اللي بتعرض لها اللاعبين ونفس الأمر بالنسبة للزمالك حسن شاح تخد معه مباراة الكاسموس أكيد طبعا وطبعا احنا شفنا دومينيك اللي نزل في الماتش بتاع الداخلية وأصيب وخرج تاني نتيجة حمل تدريبي زائد بيتعرض لي اللعيبة في الأهلي ودي نقطة مهمة جدا لازم جهاز الفن الأهلي ياخد باله منها لأنه معهم مدرب أحمال برتغالي اللي هو في دالجو أعتقد أن المفروض لازم يعاد النظر بالنسبة للأحمال البدنية اللي بياخدها لعيبة الأهلي لأن دي أكيد بتأثر على اللعيبة وبتتسبب في تعرضهم لإصابات خلال المباريات وزي ما شفنا دومينيك طبعا بلمس الكورة وجاله شد في العضلة الخلفية وهيغيب أعتقد لحوالي مدة شهر أو شهر ونصف جميل طيب خلينا ناخد بقى بالتفسيق لأنه نكلمنا على اللعبين والتبديلات والإصابات خلينا نكلم على حراس المرمى خصوصا أنه لو مثلا نتكلمنا على نادي سموحة عودة حرس المرمى الفلسطيني رمزي صالح تشكة النادي بعد شفاهم للإصابة كان عليه ضغط جامد جدا من المهاجمي من المهاجمي الزمالك في المباراة تقييمك لأداءه كان عامل إيه وبعد كده بقى نتنقل نروح لشريف إكرامي وتقييمنا لأداءه في ماتشاة الأهل رمزي صالح طبعا يعني أنا في وجهة نظري باختاره أنه أفضل حرس في الأسبوع الخامس في الدوري له لو وجوده مبارح مع سموحة في الماتش بتاع الزمالك كان سموحة خسر يعني على الأقل أربع سفر على الأقل لو كان حارس تاني مكان رمزي صالح أنقذ يعني كرات صعبة جدا يعني من الصعب على أي حارس آخر أنه هو يتصدى لها رمزي يعني بيمتلك مواصفات الحارس الجيد ولكنه لم يوفق مع الأهل في الفترة اللي لعيبها وبعد كده راح لها في السودان وبعد كده رجع تاني لغاية لما استقرب المطاف في نادي سموحة رمزي من الحراس الكويسين جدا وأتمنى أنه هو يظهر على نفس المستوى يستمر عليه في المباريات القادمة وأتمنى أن يكون ناماتش الزمالك ده مش تفرف مستوىه ويكون ده المستوى الحقيقي وبداية عودته أنه هو يكون حارس متميز في الدورة الممتازة سأنتكلم على شريف إكرامي طبعا شريف إكرامي وكل الفكرة أنه يعني بتوجه له انتقادات شديدة جدا من الجمهور وجزئيه لي وجهة نظر هو مصمم على بقاءه هل إحنا مستعجلين في حكمنا ولا جوزين لي وجهت نظر تانية شايف حاجة تانية قدام يعني ده من ضمن استراتيجات جوزين هو شايف أنه هو يستفيد به بشكل ما قدام شريف طبعا حارس ممتاز وبيمتلك حارس يعني موصفات الحارس العالمي مش عايز أقول الحارس المحلي شريف لعب في فينورد الهولندي وكان متقلق جدا فينورد بطل الدول الهولندي وكان متقلق بشكل لافل جدا للأنظار وبعد كده رجع لعب في النادي الأهلي لم يوفق في بعض المباريات كان فيه تعجل في الحكم على المستوى ولكن وجهت نظر جوزين كانت سليمة تماما وأنا بقيده مية في المية إنه هو مرضيش يحرق بلغة الكرة يحرق شريف إكرامي بعد الخطأ اللي عمله في مباراة بترجيت وتسبب في تعادل فريق 2-2 أعتقد أن أي حارس في العالم وارد إنه هو يخطئ وارد جدا إن أحسن الحراس في العالم إكر كسياس أحسن حارس في العالم حارس مار مريال مدريد ومنتخب أسبانيا بيغلط كل حارس لها فوات وأي إنسان له أخطاء ولكن المهم أنه هو تعلم من هذه الأخطاء وأنه هو ما يعملهاش تاني وما يكررهاش تاني نفس الأمر بنعكس على عبدالواحد السيد حارس الزمالك عبدالواحد شايل الزمالك طول الموسم اللي فات وشايل الزمالك في موشات كتير جدا له لو وجوده كان الزمالك طلع خسران في المباراة دي فبرضو إحنا يعني عايزين نغير ثقافة التسرع في الحكم على اللاعبين يعني ليس لمجرد إنه قطأ لك في المباراة إن إحنا نشيد بيه ونرفعه إلى عنان السماء وبرضو بطبيعة الحال لما يخفق أو يكون ليه أخطاء إن إحنا نقصوا عليه في النقد ولكن أهم حاجة لازم الحراس يتعلموا من أخطاءهم وما يقعوش فيها تاني وأنا عايز أتكلم في جزئية شريف إكرامي هو يعني هاجم وسائل الإعلام بشدة بعد موتش بيترو جيت لمجرد إن في بعض النقاط الزملاء المحترمين وجهوا له انتقادات يعني أنت لازم يكون عندك ثقافة تقابل النقد ما ينفعش إن أنت عشان أخطأت لا أنا محدش ينتخدني أنا شريف إكرامي أنا بلعب في الأهلي لا أما أنت مش فوق النقد أنت لسه سنك صغير ولازم تتقبل دي ثقافة عامة ثقافة عامة لازم نغيرها إذا أردنا أن نكون متقدمين وإذا أردنا أن يكون لنا مستوى في كرة القدم خاصة بعد فشن نفتاءه لكاس الأمم الأفريقية ونحن نحمل اللقف في الثلاث دورات الأخرانية فأعتقد لازم يعني تتغير هذه الثقافة خصوصا أن فيه ثورة وفيه روح جديدة في البلد فأعتقد لازم نغير المفهوم القديم علشان ندخل العصر جديد طيب آخر نقطة عايز أسأل عليها في مطش الأهلي غياب عماد متعب للإصابة غيابه عن تدريبات الفريق مارح بعد صبته الكادمة في وجه القدم وش رجل زي ما نقول يعني خلال مشاركة في الموراة الأخيرة هل هيعود ولا للإصابة محتاجة راحة طويلة لا الإصابة بسيطة هي الكادمكت ده شيء وارد بالنسبة لعيبة الكورة وبيتعرضوا لي باستمرار في مسكنات وكده يعني مش مصر طيب ألف سلامة عليك يا عماد وترجع لنا ترجع لأهلي بألف سلامة تعالنا نتنقل لماتش الإسماعيلي وإمبي وفوز الإسماعيلي على بطل كاس مصر يعني حامل اللقب حامل لقب بطولة كاس مصر وفوزوا عليه اتنين واحد تحليلك إيه للمباراة؟ عايز أقول لك ماتش الإسماعيلي وإمبي ده كان ماتش جامد جدا طبعا من اللازم تعلالي على هدف